إيشاء أول مصنع للشركة العملقة في صناعة الرقائق الإلكترونية TSMC في أوروبا أصبح ممكن لآن بعد أن أعطت هذه الأخيرة الضوء الأخضر لتحقيق ذلك في دريزدن الألمانية ضمن مشروع بكلفة بأكثر من 10 مليار يورو سيعزز مكانة القارة في هذا القطاع الإلكتروني الاستراتيجي مجلس إدارة هذه الشركة التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي في مجال أشباه الموصلات بدوره أعطى موافقته على هذه الخطوة المرتقبة وأعلن عن مبلغ يقارب 3.5 مليارات يورو ستستثمره TSMC في المصنع الذي يتوقع أن تبدأ أعمال بنائه في العام المقبل 70% من المشروع ستستحوذ عليه TSMC على أن تتقاسم ثلاث شركات أوروبية هي NXP الهولندية وبوش وإنفيون الألمانيتان بالتساوي الحصة الباقية وتقوم TSMC أيضا باستثمار 40 مليار دولار لبناء مصنع لها في ولاية أريزونا الأمريكية وذلك لدعم خطط واشنطن بتعزيز صناعة المحلية للرقائق الإلكترونية هذا المصنع سيكون الأول لشركة TSMC في أوروبا ويأتي العمل عليه بينما تسعى دول القارة إلى الإمساك بصناعة هذه المكونات الإلكترونية البالغة الأهمية والتي تدخل في مجموعة واسعة من الأجهزة من الكمبيوتر إلى السيارات مرورا بالصواريخ والأسلحة